السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبات وطلبات صفة الخامس اهلا بكم مرة تانية مع الدرس التالت في الوحدة الخمسة واللي بيكلم لي عن واللي طبعا السياحة بتساعد مجتمعنا. تعالوا يلا هنبتدي بالكلمات بتاعتنا بس قبل ما نبتدي لو ما كنتش تركت في القناة اشترك بسرعة ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. بالنسبة للكي اللي عندنا كلمة توريزم يعني سياحة. تورغايد مرشد سياحي. تورغايد شوب اونر يعني صاحب محل. توريست يعني سياح. اركيولوجيست. 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 طبعا الش هنا كهسان د اركيولوجيست. دنا ويتر. ويتر. جرسون. يعني مدير فندو. يعني مرحب او ترحيب. يعني هداية اسكرية. تعالوا نشوف حبابي اللي هو من دهالي عندنا كلمة اركي تيكت. برضو حبابي يسياتش هنا كه. اركي تيكت يعني مهندس معمالي. شورب يعني حاد. تيمبل اوف فلاي. يعني مع بد فيها كرنك تيمبل كرنك تيمبل كرنك تيمبل يعني مع بد الكرنك. اسوان بوتانيكال جردن. اسوان بوتانيكال جردن. يعني قزيرة اني بتهد باسوان. تاكسي درايفر نايف سكينة الكي هنا صايلة حبيبي نايف كاستمر يعني سبون هوتيل ويركرز هوتيل ويركرز يعني همال الفندق شيف يعني طباخة ورئيسة ها فريندلي يعني ودود اميزين يعني رأى ومزهل نوبيا نوبية النوبة يعني تاريخي يعني أثار ألفنتين يعني جزيرة ألفنتين يعني رحلة رحلة بس طويلة يعني زبادي يعني تاريخ يعني ضخم يعني تقرسوك يعني مطعم محلي يعني تقليدي يعني مواقع يعني رئيس يعني منتصف النهار تعالي حبيبي يلا نشوف تصرفات الأفعال وحنبدأ بيه الأفعال المنتصمة عندنا كلمة تادي أب تادي أب تادي أب تادي أد تادي أد طبعا هنا نعلمنا الواي لأي عشان أبلاه حرف ساكن check checked check checked open opened open opened prepare prepared prepare prepared study studied study studied find found find found till told till told meet 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 cut 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 forget forget forgot forget forgot forget forgot تعالي حبيبي نشوف أهم الـ expressions والـ prepositions اللوامد هذه لدينا كلمة to give a list to give a list يعني لعطاء قائمة wake up wake up يعني أستايقز walk on walk on يعني أسير على for a holiday for a holiday learn from learn from at midday at midday يعني في منتصف النهار at the weekend at the weekend يبلاحز أن midday weekend الاتنين بيأخذوا حرف القراءات to know about to know about to know about يعني اللي يعرف عن تعالوا يلا نشوف أول كزمة الدهالية على الكلمات عندنا captain يعني كبطان عندنا tour guide يعني مرشد عندنا chef يعني طاهي وحد الطهاء أو طباخ عندنا teacher يعني مدرس ولذا not at this hotel makes a delicious food أكيد مين اللي هيعمل طعام لذيذ هتقول الشيف يعني الطباخ I want to be to help tourists طبعا عشان أساعد السياحة أكيد اللي محتاج أكون tour guide tour guide حبيبي يعني مرشد سياحي تاني tour guide يعني مرشد سياحي تعال حبيبي نشوف يلا موضوع ولي بيكلم لي عن رحلة بتاعتي للنوبة مع مرشد سياحي خلي بالك حبيبي لما حط قبل كلمة million أي رقم مهما كان أوع تجمعها يعني تقول three million أوع تقول millions أكتر من ثلاثة مليون شخص في مصر بيعملوا في مجال السياحة يعني في مديرين فنادق ويترز جارسونات شيف يعني طبخين قائد قوارب وكمان أصحاب محلات كل كل الناس دول بيخلوا مصر واحدة من أجمل الأماكن اللي تقدر تزورها في الأجازة والواحد من أهم الوظيف دي هو المرشد السياحي أكيد بيوروا السياح البلد اللهم بيزوروها طبعا بيقول لي أن المرشدين السياحيين لازم يكونوا عارفين كل حاجة عن المكان اللهم بيوروا للسياح ولكن أيضا يجب إنما يكونوا ناس ودودة وكمان مرحبين عشان السياح يقدوا أجازة سعيدة بيقول لي طبعا النوبة فيها أماكن تاريخية وأثار تاريخية جميلة جدا ممكن تشوفها شكل معبد رمسيس التاني وكمان جزيرة الفنطين وكمان جزيرة فيلة واللي واحدة من رحلاتي الجميلة السنة اللي فاتت كان رحلتي لمعبد أبو سنبل أو قرية أبو سنبل بقول لي ان الطباق اللي هناك جهز لنا فطار جميل جدا كان بيكون من العيش والزبادي والفاكهة طبعا والكلام ده قبل ما نطلع مع علي المرشد السياحي بقول لرامي اللي هو شغال سواق تاكسي قاعد يقول لنا قصص عن النوبة وتاريخها طول الطريق لأبو سنبل واللي بقول للمعبد الكبير ده رائع وعلي أخبرنا التاريخ بتاعه كله عارف كتير وتعلمنا كتير طبعا حبيبي من المدهش إنك تعرف إن البنيين وكمان مهندسين المعمريين وعلماء الأصار استطاعوا إن هما ينقلوا المعبد ده من مكانه حبيبي لما جينا من السد العالي كان المعبد ده حيغرق تحت المية فقطعوه تخيلوا الطعن المعبد ده أجزاء ورفعوها لمكان أعلى بنفس الشكل كمان اشترينا هدايا تسكرية من التجار لجنب المعبد رامي ده طبعا خدناه قبل كده قلنا حبيبي لما يجي يقول للفعل في المضارع البسيط بيكون من ايه هقول له بكل بساطة إن الفعل في المضارع البسيط ليه شكلين اتنين مش شكل واحد يعني مصدر للفعل بدون إضافات حبيبي يعني ما ينفعش يزود له حاجة شكل 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 ما ينفعش يزود له أي شيء أو الفعل ده حبيبي مضاف له يعني الفعل ده مزود له طيب كل فعل فيهم أو كل شكل فيهم حبيبي حيعتمد على مين هقول لك حيعتمد على الفعل اللي قبله يعني حبيبي لما يختار مضارع بسيط لازم أبص على الفعل الأول لأن لو الفعل بتاعي أو 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 فالفعل اللي جاي معاه لازم يكون بدون إضافات مصدر الفعل أصل الفعل بديني مثال بقول طالما هنا الفعل يبقى هنا فحش أقول لأ طبعا طب لو نفس الكلام و نفس المنظر نفس الكلام طب لو قلت علي عندي سامي هقول لك برضو لسن لي كل ده بياخد مصدر طيب إمت اختار الفعل مضاف له قال لي إذا كان الفعل بتاع حبيبي هي شي ات أو الاسم المفرد حبيبي هنا لازم أزود للفعل بتاعي طبعا كل الأفعال بزود لها اس مع هذا الأفعال اللي بتنتي ب لو الفعل انتهى بينها من دول فبزود له اس فهنا بديني مثال طب ماينفعش اقول شي ات حول لك غلط طبعا لان شي وهي وقت يجي معهم الفعل في اس في المضارع البسيط طيب هنا لاحظ ان ازود اس ل عشان ده بينتهي ب تاني حبيبي الفعل في المضارع البسيط شكلين مش شكل واحد الشكل الأولين هو المصدر والشكل التاني والفعل اللي مضاف لو اس او اس واللي بيجي معه وش هي وقت والاسم المفرد طبعا هنا حبيبي كنت بلاحظ حاجة في الافعال اللي بتنتهي ب y ازا الفعل انتهى ب y بس y دي قبلها حرف ساكن شكل كلمة fly مثلا قال لي هنا حقلب y d i قبل ما زود ال شكل المسال ده بيقول لي يعني هو بيطير طيارة لاحظ قلب نا طب يا مصر لو كان الواي دي قبلها حرف متحرك شكل كلمة مثلا قال لي لا هنا مش هغير هسيبها شكل ما هي يبقى هنا مغيرتش عشان قبلها متحرك لكن انه غيرت عشان قبلها ساكن كمان حبيبي بيراجع لي على النفي في المدارع البسيط يعني ازاي انفي جملة في المدارع البسيط طبعا في المدارع البسيط حبابي انا بانفي بحاجة من الاتنين اما لو سألتك مين فيهم المصدر ومين فيهم هتقول دونت يا المصدر فبالتال حبابي هتيجي مع وكمان الاسم الجامع بس هنا لازم لاحظ حاجة حبابي انا طالما جبت او دازنت في النفي? الفعل كده كده وراهم لازم يكون مصدر مش ممكن يكون فعل في اس. ازا هنقول ان في النفي مستحيل تلاقي فعل في اس مع دونت و دازنت. تاني لازم احفظ كويس دونت بتيجي مع مين? و دازنت بتيجي مع مين. فهنا المسال بقول اي دونت بلاي فطبا. طبعا ليجبت دونت اقوله عشان اي. طب المسال التاني قال لي مستر دا شيل مفروض اقول حولك لا خلاص طالما جبت اوعد حط للفعل اس لازم اشيلها خلاص بتاخدها. يبقى حقول يعني هي لا ترتدي فستة. طبعا قلنا الكيووردس حبايبي الكلمات اللي لما شوفها اجيب مضارع بسيط هي اللي معناها دائما. اللي معناها عادة. اللي معناها غالبا. اللي معناها احيانا. اللي معناها ابدا. وانا كل دول حبايبي بيجوا قبل الفعل. تاني حبايبي بيجوا قبل الفعل. يعني مش بعده. يعني اقول مسلا هي يعني هو عادة بيشاهد التلفزيون. لاحظ فين قبل الفعل يعني هو عادة بيشاهد التلفزيون. تعالوا نشوف حبايبي الاسئلة والتدريبات اللي هو مدهالي على بيقول لي. حبايبي يعني عايز اقول صديقي بيعيش. طب صديقي ده ما له? هتقول لي مفرد ده مستر. اه يبقى يخد مين حبايبي? اه ده ما نفعش اقول لا طبعا مفرد. طبعا قلنا حبايبي طالما جبت لازم فعلي يرجع لمصدره فلازم اقول نمبر ثري بقول لي علي ان عمر ايه بلاي فوتبول ان ذا بارك. اه هتقول لي مصر علي وعمر يدول ما لهم? هتقول لي جامعة مصر. طب ينفعش اقول احنا قلنا احنا قلنا احنا قلنا يبقى ازا هقول يبقى ما بيلعبوش كورة في الحضيقة. طب بتاع نشوف نمبر فور بيقول لي قلنا افري حبايبي دي كلمة دلة على على البسيط. طيب فين عندي كاتش وعندي كاتشيز. طب اقول كاتش ولا كاتشيز? هتقول لي لا كاتشها مصر. ليه? هتقول لي عشان دوي. وحضرتها قلت اللي بيجو وراها مصدر. تعال نشوف يلا السؤال التاني اللي بنصحح فيه الاخطاء. طبعا المانيجر هنا حبايبي المدير ماله هتقول لي مفرد يا مصر. يبقى ااخد لازم ازاود لها اس. هتقول لي مصر ذاي ما ينفعش يجي معاها فعل في اسم. ماله مصر اللي بيجي معاها مصدر. فبالتالي حقول. نمبر ثري بقول لي هي طبعا حبايبي النفي في المدرع البسيط بيبقى طب هي تاخد ايه حبايبي? هتقول لي دازنت. فهتقول لي يعني هو لا يحمل. يعني ما قلتش دا مصر لا مانا جدت دازنت خلاص حبايبي. نمبر فور بولي يعني بابا وماما. طبعا هنا لما جام في حبايبي حام فيه بكلمة لي عشان جامع. فاقول يعني ما بيسألوش او ما بيطلبوش. في الجزء التاني حبايبي يمي ديني كلمة وكلمة طبعا كلمة حبايبي معناها يجب ومسنت معناها لا يجب. وقلنا حبايبي يعني افعال نقصة. يعني قال لي دي الفعل اللي ييجي وراهم حبايبي لازم يكون مصدر. بدون اي اضافات. وبدون حاجة لازم نعملها. يجب ان احنا نعملها. لو ما عملناش حبايبي ننظر. طيب مصنت. قلوان وارنت الاود. يعني لا يسمح لا لا. تو دو سمثين. يبقى لما اقول مصنت لا يجب ان افعل شيء ما ينفعش نعمله ليه. لو عملناه. يبقى خلاص فيه ضرب بص المثال ده كده بيقول لي. يعني انا لازم اعمل واجب الانجليزي. ما ينفعش اقول دوين. حاولك غلط. ما ينفعش زاوية حاجة. طيب ما ينفعش اقول داز. غلط. طيب ما ينفعش اقول ديت. حاولك برضو غلط. لو عجيب فعل الا مصدر. ورا. مست او مصن. ديني المسال عم يقول للمنفية بقول لي. ومصن توك ان ذا لايبوري. اه لا يجب ان نتحدس في المكتبة. حاجة المفروض ما نعملهاش. فقل مصنت وجاب لي المصدر على طول حبايبي. تعالوا نشوف حبابي يلا اول كوز مدهنة بيقول لي يعني امير ده. ذات حبابي يعني طبيب بيطاري. قلنا دي حبابي حقيقة يا لاز تكون مضارع بسيط? وقلنا ان هي ما ينفعش يجي معها مصدر ابدا. لازم يجي معها فعل في اس. فقول هي اللوكس افتر. اللوكس افتر معناها هيع تاني. بي الفانس. هي مصد ميكس. قلنا مصد حبابي لازم يجي وراها. برافو عليكم مصدر لازم اقول ميك. مصد ميك شور. ميك شور حبابي معناها هي تأكد. مصد ميك شور دي ار هابي انا هلثي. لازم تأكد انهم سعدة وكمان بصحة جيدة. هي مصد بريبيرز ذير فوت. هتقول لي لا لا لا. لازم تكون بريبيري مصدر لي. هتقول لي عشان مصد بيقوا راه مصدر. هي مصند جيف ذيم فريش واتر تدرينك. اه لا يجب انه يدون مية نقية. طبعا ده لازم. بلازم اقول هنا حبابي. مصد. هي مصد جيف ذيم باث. يعني لازم يحميهم يشطفهم. بلازم اقول جيف لي. مصد بيقوا راه مصدر. هي مصند اه ده لازم ينظف. ما ينفعش اقول لا يجب ان هو ينظف. يبقى اكيد مصد. نوت مصد. تعالي حبابي يلا نشوف السؤال. التاني بقول لي هل مصد بيقوا راه هتقول لي مصدر يا مصد. يبقى تايدي. اه لا يجب ان احنا طبعا نعمل وشة في المستشفى فاكيد مصند. نمبر ثري. شيز ال. شي مصد اذا دكتور. اه هي تعبانة. يبقى لازم تروح للدكتور. يبقى مصد سي. مصدر. نمبر فور. اه مصدر يبقى مصدر يعني اوعى تفوض دروسك. نمبر فايف. اه طبعا لازم نروح للمدرسة لقدر حبابي بقى مصد. they must go to school early. نمبر سيكس. بولي you must your sister. طبعا مصد بيقوا راه مصدر في حول you must help your sister. يعني يجب ان انت تساعد اختك. فعلا نشوف حبابي الجنرال اللي موجودة في صفحة بيتين تسعة واربعين بولي بريبيرد بريبيرد حبابي بمعناها جهزة في الماضي. مدينة كبيرة. ايلاند جزيرة. مونومنت اثار. قصص. بولي one place you will find the amazing Egyptian tour guides is in نوبيا. واحد من الاماكن انت هتلاقي فيه مرشدين سياحيين كويسين جدا هو النوبة. I went there with my family last week. نوبيا هاز مني هستوريكال اي اكيد طبعا فيها اي اكيد منومنتس. ومنومنتس حبابي معناها اثار. like the great تمبلو برامسي السكان. and the a of filai. او اكيد دي اسمها جزيرة فيلا. island. of filai. the hotel chef in نوبيا هاد ايه a delicious breakfast. يبقى اكيد ده جهز وجهز حبابي اسمها تاني تاني يعني جهزة. our guide told us a of old نوبيا. اكيد قال لنا ايه يعني النوبة القديمة. اكيد هقول حبابي بمعنى قصص. تعال نشوف حبابي يلا سؤالي التوصيل بقول لي ايه اكيد انا شاهدت غروب الشمس على معبد ابو السيمبل يبقى ايه 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 يعني يجب ان نكون ايه اكيد هقول يجب ان احنا نكون ودودين مع السياح. يبقى يعني هو اشترى هداية اسكرية اكيد من السوق او تقاري السوق فاكيد هقول from the market traders. number three. we mustn't mustn't حبابي بيجو ورها مصدر. طب يطرى we mustn't walk on the grass? ولو mustn't do our homework? هتقول لي لا مصدر we mustn't walk on the grass. يعني لاجب ان نمشي على الاعشاب. تعالوا حبيبي يلا نشوف سؤالي الترتيب. وليد after looks. اكيد عايز اقول ان وليد بيعتني بالحيوانات. يبقى وليد. looks after animals. يعني وليد بيعتني بالحيوانات. number two عندنا forget mustn't. هت علي his today. طبعا عايز اقول انه هو بيلحط بالاتفاق. بيقول ان علي لا يجب ان ينسى قباطه اليوم. بحقول علي. mustn't mustn't. mustn't بيقول لها مصدر يبقى forget his head today. يعني لا يجب ان هو ينسى القباط بتاعته اليوم. number three. bus catches every he the morning. طبعا عايز اقول ان هو بيلحط بالاتفاق كل صباح. بحقول he catches the bus every morning. يعني هو بيلحط بالاتفاق كل صباح. تعال يا حبيبي يلا هنشوف السؤال number four. بقول لي my sister usually eat yogurt for breakfast. يعني اختي بتاكل زبادي في الفطار. هتقول لي اه my sister ديها مصدر مفرد. يبقى المفروض تبقى eats. يعني زاول للفلاس. number two. I not speak french. هتقول لي اه النفي هنا مع اي بيبقى don't ولا doesn't. هتقول لها مصدر بdon't. فحقول I don't we speak شكل ما هي. number three. you mustn't clean your teeth everyday. معقولة لا ياجب ان انت تنظف سنينك كل يوم. هتقول لي لا مصدر. you must يعني ياجب. number four. he must talk in the library. اه في المكتبة المفروض ما نتكلمش. يبقى mustn't. مش مصد. number five. اه هتقول لي اه هتقول لي اه بتدرس في جامعة انشمس. بس تحتقول لي اهلا مفرد يا مصدر. ما ينفعش اقول لستاري. لازم اقول ها هعمل ايه? هتقول لي حقل بالواي مصدر لاي اس ليه? هتقول لي عشان يديده حرف ساكن. تعالوا يلا حبيبي نشوف السؤالي الخامس بقول we forget our box at school. طبعا اللي ياجب ان احنا ننسى كتبنا في المدرسة. يبقى we mustn't. number two. بولي وي games every weekend. اه هنا وي حبيبي وذي ويو والاسم الجمح. بيجي معهم. هتقول له مصدر فلازم اقول play. طبعا هنا every weekend من علامات المدرع البسيط. number three. you mustn't in the class. هتقول له مصدر اه مصدر فحقول eat. number four. نوها help her sick brother. اه نوها تساعد اخوها المريض. طبعا اكيد. هقول نوها must. must يعني يجب. طب ما ينفعش اقول mustn't. ما ينفعش طبعا. طب don't اولا نوها ما تاخدش don't. طب or هتقول لي or big ورا ver plus ing. تعال نشوف number five. واللي miss is suha doesn't a us english. هتقول لي don't to doesn't. حضرت اقول طيلة مصر لازم يجو راهم مصدر. فلازم اقول teach. doesn't teach us english. تعالوا نشوف حبابي يلا سؤال السادس وده سؤال الترقين. بقول لي my uncle is a taxi driver. طبعا ما يلام. uncle is a taxi driver. ما فيش اي حاجة غير الفلسطوب. I want to be a tour guide. طبعا اي capital. فاي حتة حبيبي. one two be a tour guide. في الاخر حبيبي احط الفلسطوب الجميلة بتاعتي. thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة. ولما كنتش فعلت الجرس. فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زميلك عشان الكل يستفيد واستنونا ان شاء الله في الدرس الرابع في الجزء الاول منه في الحلقة اللي جاية. good bye. السلام عليكم. شكرا للمشاهدة.